اللي شايفينه قدامكم ده هو افي اسخاروف الكاتب الرئيسي للمسلسل اسرائيلي الشهير فوضى اللي بيصور الصراع بشكل متحيص طبعا بين واحدة خاصة في جيش الاحتلال الاسرائيلي وبين اصحاب الارض الفلسطينيين واحد من الاسرائيليين اللي مؤمنين بمزاعم الاحتلال الكذابة زي مثلا وجود مقرات لقيادة المقامة الفلسطينية تحت مستشفيات غزة وزي ان كتائب عز الدين القسام بتستخدم مواطني غزة كدروع بشرية وغيرها من الكلام الفارغ ده المهم من شهوره اثناء اجتماع عصف زهني لكتابة احدى حلقات المسلسل بعد نجاحه وانتشاره في مواسمه الاولى في حد في الاجتماع اقترح فكرة غريبة ومجنونة جدا وقال ما تيجوا يا جماعة نكتب حلقة نصور فيها عشرات من مقاتل حماس وهم بيعملوا عملية غير مسبوقة بيقتحموا فيها الجدار الحديد العازل بين قطاع غزة واسرائيل وبيحجموا مستوطنات الغلاف اللي حوالين القطاع ساعتها افي قال يا اخوانا قولوا كلام يعقل احتمالية ان عشرات فضلا عن الاف من مقاتل الحركة يقدروا ينفزوا هجوم بالحجم ده من غير مجهاز الاستخبارات الدخلية الشابات والمخابرات العسكرية امان ياخدوا بالهم فاسبكم من الفكرة اللي مفيش حد حيصدقها دي وخلونا نشوف فكرة واقعية اكدر طبعا اتصور ان افي ندم جدا على انه ساب الفكرة دي تمر من تحت ايده لانه يوم سبعة اكتوبر اللي فات يعني من ستة وتلاتين يوم بس اتحقق السيناريو الجنوني ده بالحرف وبالفعل اطلقت كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الفلسطينية حماس هجومها الواسع المعروف بطفان الاقصى بماءات المقاتلين على مستوطنات غلاف غزة واللي امتابعينه كلنا وامتابعين تداعياته من ساعاتها واخترقت الجدار العازل كأنها بتتمشى في الحديقة الخلفية لبيت عادي لكن الحقيقة ان وجهة نظر افي دي او استبعاده التام لهجوم زي ده كانت هي بالزبط وجهة نظر مجتمع الاستخبارات الاسرائيلي كله المجتمع اللي ميزانيته زادت في العشر سنين اللي فاته الضعف واللي بتصرف عليه حاليا اكتر من خمسة مليار دولار سنويا واللي اجهزته الرئيسية لا تخضع الا لرئيس وزراء الكيان المحتل بس واللي بيعتبر اقوى منظومة استخباراتية في الشرق الاوسط وتاني اقوى منظومة استخبارات في الغرب واكثرها تطورا بعد مجتمع الاستخبارات الامريكي اهو المجتمع ده كله بقوته بميزانيته المهولة فشل تماما في التنبؤ بهجوم حماس وفي تجميع المعلومات المتناثرة علشان يقدر يتوقعوا ولو قبلها بفترة قصيرة وكان فشل وده من ضمن الاسباب الرئيسية اللي قدت لتحطيم اسطورة منظومة الامن الاسرائيلية التي لا تقعر ولو ركزنا حنلاق ان المرة الاخيرة اللي تعرض فيها ايمان الاسرائيليين الجماعي بمتانة امنهم وقوة اجهزتهم الاستخباراتية للتدمير بالشكل العنيف ده كان من خمسين سنة في بداية حرب اكتوبر 1973 الحرب اللي بيعتبرها بروس ريدل احد كبار محلل شؤون الشرق الاوسط السابق في وكالة الاستخبارات الامريكية سي اي اي انها مثال كلاسيكي على كيفية فشل الاستخبارات لما فوج الاسرائيليين بهجوم شامل شنته القوات المصرية والسورية بعد خطة خداع ما زالت بتدرس في الكليات العسكرية العالمية لحد اللحظة فكان واضح ان حماس نجحت جدا في تكرار فيلم الرعب ده وبامكانيات ابسط بمراحل مقارنة بالعدو واضح ان المسئولين الاسرائيليين ارتكبوا نفس الاخطاء اللي ارتكبوها في حرب اكتوبر والاخطاء دي قادتهم لحرب طويلة مش بين لها افق لحد اللحظة ومكلفة جدا ودول نقطتين الكيان المحتل مش بيحبوهم ابدا لا بيحب يخد حروب طويلة ولا بيحب يخسر فلوس في حلقة النهاردة المهمة جدا هنرجع مع بعض الورا كام اسبوع بس علشان نحاول نفهم اللي حصل بالزبط لاجهزة استخبارات الاحتلال يعني ازاي المقاومة خدعتها بالشكل ده والمليارات اللي بتتصرف عليها دي كلها بتروح فين وهل الفشل ده بيساهم فعلا في زيادة خسائر الاحتلال الاقتصادية من الحرب ده جزء من اللي حندردش فيه النهاردة بس بفكركم قبلها ان منصات ومواقع التواصل الاجتماعي عاملة قيود كبيرة على انتشار المحتوى المضاد لكيانا المحتل فهمتكم معانا باللايك والتفاعل مع الفيديو عشان يظهر للناس انا اشرف ابراهيم والمخبر الاقتصادي قبل ما نبدأ انا وفريق المخبر الاقتصادي هنكون حابين نشكر جدا شركة تلافيت راعي حلقتنا النهاردة شركة تلافيت اتأسست سنة 2017 وهي شركة فيتنامية اسسها شاب مصر مكافح اسمه ضياء الدين امين وبتصدر لاسواق مصر والسعودية والاردن وتركيا وغيرها منتجات مختلفة زي البون والفلفل وجوز الهند والارفة والكاجو هتلاقوا تحت الفيديو بيانات شركة تلافيت لو في شركة او تاجر حابب يتعامل معهم ويستورد من خلالهم المنتجات دي ياريت تعملوا ده في اول 2018 وقف نداف ارجمان مدير الاستخبارات الاسرائيلية الداخلية المعروفة بالشباك او الشين بيت وقتها في جلسة سرية قدام لجنة العلاقات الخارجية والدفاع علشان يعرض عليهم تقرير انجازات الجهاز في 2017 والمحاطر المستقبلية للسنين الجاية في الجلسة دي واللي تسرب جزء منها لبعض وسائل الاعلام الاسرائيلية شرح نداف لاعضاء الكنيسة انه في خلال 2017 كشف الشباك ما لا يقل عن 148 خلية تابعة لحركة حماس كانت بتستعد العمليات في الضفة الغربية وان استجواب اعضاء الخلية وضح للاسرائيليين وجود تمن خطط مفصلة لاختطاف جنود ومدنيين وان الوضع مش مستقر بالمرة لا في غزة ولا في الضفة الغربية ومؤسسة الدفاع بتاعتنا بتواجه تحديات كبيرة وقال لهم بالحرف ان الوضع الحالي هو الهدوء الذي يسبق العصافة وقتها مجتمع استخبارات الاحتلال كان عنده هاجس واحد بس هو اللي شغله وهو انه في وقت قريب واحدة من معاية المحاولات اللي المقاومة بتخطط لها سنويا حيتم تجاهلها او تفوتها في نهاية المطاف وبالتالي تنفزها وانه لو حصل هجوم ضخم واحد فده حيغير الوضع السياسي في المنطقة كلها في نفس الوقت ده كانت وحدة ابحث الشباك الداخلية وصلت لحالة مزرية من الضعف والتهميش الوحدة دي اخوانا تم انشاءها مع بداية الانتفاضة الفلسطينية الاولى سنة 1987 لما الكيان المحتل لأن مجتمع الاستخبارات كله مفيش في قسم يقدر يتابع تطور التهديدات اللي بتوجه ويقدم تحذيرات مسبقة بخصصها فانشاءه الوحدة دي جوه الشباك لكن مع السنين تمش التمامة تلف الايام ويتغير نداف ارجمان ويمسك مكان رون ان بار اللي الظاهر انه ما كانش عاوز يزعل رئيس الوزراء الاسرائيلي بن يامين نتانياهو او يدايقه بتقارير ممكن يشوفها مبلغ فيه طب ليه مش عاوز يزعل نتانياهو لأن نتانياهو هو اكتر رئيس وزراء في تاريخ الكيان المحتل زود الانفاق الدفاعي وميزانية اجهزة الاستخبارات اللي فشلت فشل زريع في التعامل مع استعدادات المقاومة الزكية وهو نفسه خدم في وحدة نخبة الكوماندو السيرة ماتكال اللي جزء معتبر من مهمها استخباراتية وحاولت تتجسس على منظومة اتصالات حركة حماس في 2018 وفشلت في ده فشل زريع في عملية شهيرة في السياق ده بقى مهم نعرف شوية معلومات سريعة عن تاريخ زيادات ميزانية مجتمع الاستخبارات الاسرائيلي على ايد نتانياهو وتحديدا جهاز الاستخبارات الداخلية الشباك والخارجية المساد لو بصينا حنلاقي ان ارقام الميزانية دي زادت بشكل كبير من ساعة ما تولى رئيس الوزراء بن يمين نتانياهو منصبه سنة 2009 ووصلت في 2018 ل2.4 مليار دولار وده رقم لا يشمل ميزانية جهاز الاستخبارات العسكري ولا يشمل تكلفة معاشات التقاعد للموظفين اللي تقاعدوا من الوكلتين واللي بتوصل لحوالي 259 مليون دولار سنوية على مرة سنين الحكومات الاسرائيلية اخفت ميزانيات المساد والشباك عن الاسرائيليين وفي 2014 كشفت صحيفة هارتس الاسرائيلية ان الحكومة كانت بتحول الاموال بشكل سري للجهازين وده كان معناه انه ما فيش رقابة على الفلوس دي ولا بتروح فيه في 2015 ومع انتخابات الحكومة وافق ياير لابيت وزيم مالية الاحتلال في الوقت ده ودان حارل مدير العام لوزارة الدفاع على فصل تمويل الشباك والمساد عن ميزانية جيش الاحتلال وحطوها بشكل مستقل تحت بند اسمه الرمز 31 وفي بداية 2018 تم ادراج الموازنة دي ضمن بند موازنة الاحتياط العام مع تقديم طلب بعد كده للجنة المالية في الكنيسة لتحولها للمساد والشباك التوجهات الامنية دي دايما كانت هي المفضلة لرئيس الوزراء نتانياهو زي ما قلنا اللي واحدة من جمله هي انه في حاجة اسرائيلية مستمرة لزيادة الانفاق الدفاعي لضمان المزيد من النمو الاقتصادي وفي خطاب ليه في نهاية 2018 قال ان النفقات الامنية الاضافية هتروح لتعزيز القدرات الهجومية للبلاد والقدرات السيبرانية وتحديث انظمتها الدفاعية المضادة للصواريخ وتدابير الحماية على الجبهة الداخلية واستكمال الحواجز الامنية الكلام ده نعكس بشكل واضح على استراتيجية نتانياهو في التعامل مع قطاع غزة وحركة حماس اللي بتحكمه وهي كانت استراتيجية بسيطة ومباشرة احنا هنحاصر القطاع من كل ناحية وحنعمل مشاريع امنية حواليه تخليه اكبر سجن مفتوح ومراقب في العالم وحنرفض حل الدولتين وحنستغل وجود حماس لاضعاف السلطة الفلسطينية معشن عمليات كل كم سنة لتدمير قدرات المقاومة ويرجعها لنقطة الصفر علشان تنشغل في بنائها من جديد علشان كده هنلاقي الاسرائيليين طلعوا بكل المشروعات المجنونة اللي حصروا بها القطاع زي استكمال الحاجز البحري اللي بيفصل القطاع عن الحدود البحرية للكيان المحتل والجدار الحديد المسلح اللي بلغ طوله اكتر من 40 ميل فوق وتحت الارض وزي نظام مراقبة الحدود اللي بيعتمد بشكل شبه حصري على الكاميرات وأجهزة الاسشعار والمدافع الرشاشة اللي بيتم تشغيلها عن بعد فكل ده مع التكنولوجيا الفائقة اللي بتتمتع بها أجهزة الاستخبارات زي شبكة كاميرات ستار تراك لمراقبة الحدود واللي بتستخدم الزكاء الاصطناعي للتعرف على الأشخاص والأشياء بشكل دقيق جد والداتة المهولة اللي بياخدوها من الأقمار الصناعية بتاعتهم أو الأمريكية كمان ضمن برامج تبادل المعلومات بينهم وبين الأمريكيين والطائرات بدون طيار اللي بتحلق في سماء غزة 24 ساعة وغيرها وغيرها من التقنيات المتطورة جد كل ده خلى المسؤولين العسكريين الإسرائيليين يؤمنوا تماما انه من المستحيل تقريبا على أي حد انه يتسلل لإسرائيل وفي نفس الوقت خلى القلة العقلة منهم واللي كانت عارفة أن الأسلوب ده لا يمكن أنه يسيطر على أسود المقاومة خلاهم يخافوا من مواجهة نتانياه ومجلس الوزراء بمخاوفهم دي وتقييماتهم خوفا على مناصبهم بجانب ده فأجهزة الاستخبارات الإسرائيلية ما أخدتش بالها من كذا علامة تحذير طلعوا في وشها أو تعاملت مع بعض العلامات دي باستخفاف وكان فيه افتقاد للخيال فيما يخص اللي تقدر عليه حماس والمقاومة الفلسطينية عموما يعني مثلا سلاح الاستخبارات الإسرائيل اتبع لقوات الاحتلال البرية ICCC واللي بيجمع الاستخبارات لها من على الأرض وتخديدا الوحدة 414 المعروفة بوحدة نصر والمسؤول عن مراقبة النشاطات على حدود قطع غزة كانت رصدت تدريبات لبعض قوات حماس على تفجير حاجز أو صور وهمي مرارا وتكرارا ودي تدريبات كلنا شفنا جزء منها لما نشرتها كتائب عز الدين القسام بعد توفان 7 أكتوبر على صعيد آخر حلق ان الوحدة 8200 اللي هي فخر الوحدات الاستخباراتية التقنية في الكيانة المحتل وقبل عملية 7 أكتوبر بسنة كاملة توقفت تماما عن التنصت على أجهزة اللاسلك المحمولة اللي استخدمها مقاتله حماس في التواصل ليه دا حصل؟ لان الوحدة تصورت ان دا تضيع للموارد والجهد على الناحية التانية حلق ان حماس عرفت تستغل كل ثغرة موجودة في عنظمة الاستخبارات والدفاع الإسرائيلية اللي بيتصرف عليها عشرات المليارات واللي هيخلي الإسرائيليين يفضلوا سنين طويلة يدرسوا اللي حصل دا ولقيت ان افضل وسيلة لمواجهة العدو بالغ التطور دا هو الرجوع للعصر الحجري بداية من استخدام تلفونات أرضية أو وسائل اتصال ثنائية لا يمكن التنصت عليها بسهولة الهواتف المحمولة وليس انتهاءا بدس معلومات مغلوطة للإسرائيليين في كل مكان يعني بداية كده هنلاق ان حركة حماس انشأت وطورت جهاز استخبارات خاص بها نجح تماما وفقا لدراسة في مجلة الاستخبارات والأمن الوطني صدرت في مايو اللي فات 2023 نجح في مراقبة الحدود مع إسرائيل وتشغيل عملاء لحساب المقاومة في كل أنحاء الأراضي المحتلة ونجح في أنه يستمع لبعض أهم الاتصالات التكتيكية لقوات الاحتلال الإسرائيلية والأهم أنها مررت معلومات مضللة من خلال القنوات اللي كانت عارفة أن المخابرات الإسرائيلية بترعيبها بيأكد على ده ألون أرفاتس العضو السابق في الواحدة 8200 اللي قالوا أنه من الواضح أن حماس تمكنت من تجاوز قدرة إسرائيل على اعتراض الاتصالات الهاتفية والبريد الإلكتروني وتعلمت كيفية جمع المعلومات الاستخباراتية الإسرائيلية وكيفية تجنب كشف المعلومات الخاصة بيها الشيء الأهم واللي صلطت على الضوء بيتس سانر نائبة مدير الاستخبارات الوطنية الأمريكي السابق هو أن حماس اتبعت أقدم مدرسة ممكنة في التخطيط والتواصل وما كانش فيه أي تواصل إلكتروني يخلي الإسرائيليين يقدروا يكشفوا الملامح العامة للخط بل بالعكس بيتس بتعتقد أن حماس قسموا أفراد العملية للمجموعات صغيرة كل مجموعة ما تعرفش غير مهمتها بس والاجتماعات بينهم بتكون فردية بينما اللي عارف الخطة كلها عدد لا يتجاوز أصابع اليد الواحدة وبالشكل ده محدش في المجموعات دي كان مستوعب حجم الهجمات اللي كانوا بيتدربوا عليها وما كانوش يقدروا يكشفوا الخطة لو تم القبضة على حد فيهم مثلا أو بعضهم وحتى لما كانت حماس بتستعد للعملية فضلت على اتصال يومي مع الحكومة الإسرائيلية علشان التنسيق المتواصل لحصص تصدير بعض البضايع وتصريح العمال اللي بيطلعوا من غزة للأراضة المحتلة وده خل عدد كبير من المسؤولين الإسرائيليين يجزم بأن العمال دول ساعدوا في جمع المعلومات الاستخباراتية الحساسة بما في ذلك الخرائط الدقيقة لمستوطنات الغلاف وما تحتوي عليه مع بداية يوم 7 أكتوبر بقى وفي منتصف الليل كان عدد من ضباط الشباك ومحلل المعلومات هناك وعلى رأسهم مدير الشباك رون البار نفسه ولما شاف اللي بيحصل ما كانش عارف له ولا غيره يجزمه بأي حاجة يعني هل دي أنشطة غريبة للمقاومة ولا ده تدريب ليلة عادي من تدريبات حماسة المعتادة وبمرور الوقت اعتقد رونين إن حماسة آخرها في الحياة محاولة شن هجوم على نطق صغير وبعد مناقش تخوفه ده مع كبار الجنرالات الإسرائيليين أمر مدير شينبيت فريق تيكيلة بالانتشار على الحدود الجنوبية للكيانة المحتلة وتيكيلة هي وحدة النخبة السرية التابعة للجهاز واللي بيتبصلها في إسرائيل على إنها الملازل أخير في وقف أي هجوم وشيك وبعد ساعات قليلة وحدة تيكيلة لقيت نفسها وجهاً لوجهاً مع مقاتلي كتائب عز الدين القسام اللي لقوهم داخلين عليهم زي العاصفة من كل مكان في البر والبحر والجو طبعاً الفشل الإسرائيلي الاستخبارات المزردة مش من نصيب الشبك بس وإنما كمان من نصيب الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية M.I. اللي بتتولى المسؤولية الأساسية عن مراقبة التطورات في غزة واللي حكايتها حكاية في الاستهانة التامة مقدرات المقاومة يعني لو بصينا حلاق إنه من مايو 2021 كانت تقييمة الرسمي للمخابرات العسكرية الإسرائيلية ومجلس الأمن القومي هو إن حماس ملهاش أي مصلحة في شن هجوم من غزة على الأراضي المحتلة في الوقت الحالي وإنما مهتمة بس بحكم القطاع وكان تقديرهم إن حماس بتحاول تعمل عمليات ضد الإسرائيليين في الضفة الغربية بس واعتقدوا بشكل واضح جداً إنهم عرفوا يديروا تحدي السيطرة على حركة حماس بنجاح علشان كده المدير الحالي لمخابرات الاحتلال العسكرية أرون هاليفا وقف في مايو اللي فات 2023 في مؤتمر هيرتس ليس سنوي أهم مؤتمر أمني وعسكري في إسرائيل واللي بيحضره معظم قيادات الاحتلال من كل المستويات وقال للحضور إن حركة حماس مهتمة بالحفاظ على الهدوء في القطاع في السنتين اللي فاته ولحد اللحظة وإن حماس حالياً مش شايفة إن الإنخراط في القتال مع إسرائيل أو الاشتباك معاها عن طريق إطلاق صواريخها على الجنوب هيفيدها بأي شكل من المفارقات الساخرة واللي نبهنا لها بروفسر العلوم السياسية الإسرائيل الشهير يوري بارد جوزيف هو إن مخابرات الاحتلال العسكرية ارتكبت نفس الخطأ اللي ارتكبته في حرب أكتوبر بالملة لما تجاهلت معلومات واضحة قبل الحرب مباشرة عن أنشطة مصرية على الضفة وجزمت بإن دي تدريبات عادية وبعد خمسين سنة قرروا نفس الغلطة لما بلغتهم يعير روتنبيرب جندية الرصد الإسرائيلية على الحدود غزة عن بعض أنشطة رجال المقاومة قبل الحجوم وردوا عليها بإن دي أنشطة زراعية غالباً ومفيش فيها خطر بعد حرب أكتوبر طورت الاستخبارات العسكرية نسخة إسرائيلية من تكنيك تحليلي بيطلق عليه اسم محام الشيطان ودي واحدة كانت مهمتها تقديم سيناريو معاكس للسيناريوهات التقليدية أو المتوقعة أو المتفق عليها يعني لو جهاز الاستخبارات العسكرية كله متفق على أن حماس مش ممكن تعمل حاجة فمهمة الوحدة دي أنها تفترض حدوث هجوم حمساوي بأكبر صورة ممكنة لكن يبدو زي ما بيقول بروفيسور يوري أن سيناريو افتراض هجوم توفان الأقصى ما كانش موجود في المخيلة الإسرائيلية بالمرة ومفكروش في الاستفادات اللي حتحققها المقاومة من إطلاق وشن عملية عسكرية وسعة النطاق عملية يمكن لها أنها تحط المنظمة على الخريطة وتقوض بشكل أساسي شعور إسرائيل بالأمن أصورتها كقوة إقليمية ده غير الاعتقاد الجماعي الإسرائيلي بأن حماس مش ممكن تقدر تنفذ عملية وسعة بدون علم الشباك والمخابرات العسكرية وهو اعتقاد حماس دمرته على ما يبدو للأبد الفشل الاستخباراتي ده كلف الكيانة المحتل دخول حرب هو غير مستعد لها على الإطلاق بشهادة حلفاء نفسهم وده أدى لخسائر اقتصادية مهولة بتتزايد كل لحظة وربما تفضي بالكيانة المحتل لكارثة اقتصادية يعني يكفي تعرفه أن الحرب الحالية بتكلف الاحتلال 260 مليون دولار يوميا وأن خسائره من بداية العدوان على غزة تجاوزة 8 مليار دولار بينما بتتوقع وزارة المالية الإسرائيلية أن الخسائر دي هتعدي 50 مليار دولار على الأقل لو الحرب كملت لشهور قادمة ولحد سنة مثلا والرقم الضخم جدا ده بافتراض أن الحرب هتفضل مكملة على قطاع غزة بس بدون ما تتفتح أي جبهات تانية سواء في لبنان أو إيران وبفرض برضو عودة عدد كبير من احتياط جيش الاحتلال الموجودين حاليا على زمة الجيش لعملهم الطبيعية لحد هنا أنا خلصت كلامي وقبل ما أختم عندي سؤال لخضراتكم إسرائيل بتحاول تعمل غز وبرق شامل لقطاع غزة زي ما أنتوا عارفين والأمريكان بيحذروهم الخطوة دي تفتكروا إيه اللي منتظر الجنود الإسرائيليين لو دخلوا في عمق القطاع أتابع كل إجابتكم في التعليقات هتلاقوا تحت الفيديو بيانات شركة تالا فيد لو في شركة أو تاجر حابب يتعامل معهم ويستورد من خلالهم المنتجات دي ياريت تعملوا ده وفي النهاية نتمنى السلامة لأهلنا وإخواتنا في قطاع غزة وفي كامل الأراضة الفلسطينية المحتلة إحنا معاكم وجنبكم مفكركم بالتفاعل مع الفيديو علشان يظهر للناس ويفلت من القيود الحالية لمنصات التواصل الاجتماعي كلها على أي محتوى ومناهض للكيان المحتل سلام ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر